أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى قطر الآن حيث وصل الفريق المفاوض باسم حركة طالبان إلى الدوحة تمهيدا للبدء بمحادثات السلام مع الحكومة الأفغانية بحسب المتحدث باسم الحركة سهيل شهين وقال شهين أن المحادثات ستبدأ فورا أو فور حل بعض التفاصيل التقنية العالقة على حد وصفه من جهتها كد الناطق باسم مجلس المصالحة تابع للحكومة فريدون خوزون أكد إكمل أطلاق سراح السجنة وأنا لا مانع بعد ذلك للبدء في المحادثات ننم إلينا من الدوحة مراسلتنا سونيا الوافي أهلا بك سونيا ضعينا في آخر تفاصيل هذه المحادثات والنقاط الأساسية التي سيتم تناولها نعم رويدا لم يتمي لحد الآن تحديد موعد انسلاق هذه المفاوضات الأفغانية الأفغانية بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ولكن بعد وصول الوفود المفاوضة من الطرفين إلى الدوحة تم وصول الوفد المفاوضة تابع لحركة طالبان في ساعة متأخرة من ليلة الأمس وكذلك بعد انهاء عملية تبادل المساجين وكذلك الرهائن بصفة عامة لم يعد لدينا سوى عامل الوقت نحن ننتظر فقط التوقيت الذي سيعلن عنه لانطلاق المباحثات حيث تم من طرف الحكومة الأفغانية الإفراج عن خمسة ألف سجين الذين طالبت حركة طالبان بالإفراج عنهم وكان أهم شروط حركة طالبان في الاتفاق المبرم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ما عدا سبعة عنصر احتفظت بهم الحكومة الأفغانية باعتبارها تعتبرهم أن عليهم تحفظات بما أنهم متهمين بتنفيذ عمليات كبرى في السنوات الأخيرة كذلك من الطرف الآخر حركة طالبان أفرجت عن الرهائن الذين تبعين للقوات الأمنة الأفغانية أفرجت عنهم مؤخرا فلم يعد لدينا سوى الانتظار موعد انطلاق هذه المحادثات خاصة وأنه سهيل شهين كما ذكرتم بحادث رسمي باسم حركة طالبان أعلن أن هناك بعض المسائل البسيطة التقنية والصغيرة التي ينتظر حلها الانطلاق المباحثات هنا في الدوحة شكرا لك سونية الوافي مراسلتنا من الدوحة شكرا لك